اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني استمرار اعمال النهب الحوثية للارادات العامة بمئات المليارات محذرا من محاولات الميليشيا بتضليل الرأي العام اليمني بتنصل من جريمة نهب وقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ العام 2015 ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها واشار الايرياني ان الميليشيا تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياط النقدي ومئات المليارات من الارادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية موضحا ان اجمال الارادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاع الضرائب والجمارك والزكاة والاوقاف والوقود والغاز المنزلي للعام 2022 للعام 2020 بلغ 2 تلوريون و310 مليار ريال فيما تضعفت في عام 2022 مقارنة بارادات الدولة العام 2014 والتي بلغت تلوريون و739 مليار ريال خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين ولفت الارياني الى ان مليشيا الحوثي استغلت الهدنة الامامية مطلع العام الجاري لتصعيد عمليات النهب المنظم للارادات العامة والضريبية والجمركية لمشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة والاتجار بالنفط الاراني المهرب من الاسواق المحلية وضعفت جبايتها غير القانونية على الغطاع الخاص والعباء على كاهل المواطنين وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط جاد على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإرادات الدولة وتخصيصها لصر مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014 بدلا من توجيهها لصالح ثرا قياداتها وما تسميه المجهود الحربي